حرب كتير على السكر ودراسات وأبحاث من سنوات تثبت نظار السكر الأبيض صار فيه لبس كتير عند الناس فلازم نبضح هذا اللبس ونحط النقاط على الحروف ويكون الكلام الفصل في هذا الموضوع بناء على المعلومات العلمية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قالوا فقلنا فالقول الفصل قالوا وداعا للسكر الأبيض قالوا السكر الأبيض له مضار كثيرة قالوا ليس هناك بديل أبدا عن السكر الأبيض قالوا حتى المحليات الطبيعية ومن أهل السيهية لا تحل محل السكر الأبيض قالوا محارب السكر المستخلص من قصب السكر فالمحارب السيهية المستخلص من نبات السيهية فهل يا ترى هل يمكن نقارن بين السكر الأبيض المستخلص من قصب السكر وبين محل السيهية المستخلص من نبات السيهية قالوا فقلنا فالقول الفصل تعالوا نشوف العلم الذي سيقصل بيننا السكر الأبيض هو ما يسمى بالسم القاتل حرب كثير على السكر ودراسات وأبحاث من سنوات تثبت مدار السكر الأبيض ومن أكثر من سبع سنوات نحذر من تناول السكر الأبيض ولكن عدم تناول السكر الأبيض مع عدم وجود بديل عادة يكون متعب للناس فكان لازم ندور على بديل وبديل طبيعي نقدر ننشره كثقافة بالمجتمع للأسف الشديد بعض الأصوات تحذر أو تتحدث عن نبات الاستيفيا معلومات خطأ فالفيديو هذا ليس دفاعا عن الاستيفيا لأن الاستيفيا هي ليس متهم لكي تدافع عن نفسها هي نبتة موجودة منذ ألاف السنين ولكن صار فيه لبس كثير عند الناس فلازم نوضح هذا اللبس ونحط النقاط على الحروف ويكون الكلام الفصل في هذا الموضوع بناء على المعلومات العلمية أول شي ليش احنا بنحارب السكر السكر جاي من قصب السكر يعني هو بالأصل نبات ولكن لعند ما يصير سكر أبيض اللي احنا شايفينه يدخل ضمن عمليات كثيرة منها عمليات تكرير وإضافات من مواد كيميائية سواء احنا بنعلمها أو بنجهلها هذا السبب الأول السبب الثاني أنه السكر الأبيض هو عبارة عن فركتوز وجيلوكوز لما أنا باخد السكر بيحدث عندي خلل في عملية الأيد لأنه المفترض أنه أنا باخد الجيلوكوز والفركتوز ضمن الغذاء بمعنى لو أنا أخدته من عصير الجصب مش راح يأثر على جسمي زي ما أخده كما هو السكر الأبيض بمعنى أنه لما أنا باخد السكر الأبيض أول شيء راح يرتفع مستوى الجيلوكوز عندي بشكل عالي راح يزيد عندي إفراز الإنسولين ومن ثم راح يحدث عندي الخلل في عملية الأيد ارتفاع في مستوى السكر زيادة في إفراز الإنسولين وتكون الخلايا الدهنية اللي بعد هيك ممكن يصير عندي إنسولين رزيستنس أو مقاومة الخلايا للإنسولين بجانب أنه تناول الفركتوز الموجود بالسكر بهذه الكمية ممكن يتحول إلى دهون على الكبب ويكون عندي مشاكل يؤثر صحيا على الإنسان بجانب أنه كل جرام من السكر بيديني أربعة كيلو كالوري بمعنى أنه ما نكتفي من تناول ملعقة أو ملعقتين بالذات لو كان على الحلويات أو كان على الشاي معنات أنه بس سهلك كمية كبيرة من السكر الأبيض التي تحتوي على سعرات حلرية عالية التي ستتحول جزء منها إلى طاقة والجزء الآخر راح يتحول إلى دهون ويعمل لي خلل في عملية الأيد وهذا موجود في فيديوهات كثير والحديث كثير في هذا الموضوع ولكن نيجي على الشق الثاني للستيفيا للستيفيا أنا عملت فيديو هتلاجوا الرابط موجود تحت الآن عايزة على الشاشة ممكن ترجعوله وتحدثت بعمق عن الستيفيا وعن أنها آمنة وطبعا منذ ألاف السنين وأيضا ما تحدثت عنها المراجعة العلمية ومنها الأفدئة منظمة الغذاء والدواء وأيضا منظمة الغذاء الأوروبية اليوم في عنا لبس في الموضوع كثير من الناس بيجي بيحكي طيب ما هو جسر السكر جاي من الجسر طيب من الستيفيا جاي من نبات طيب أنا بحارب هذا طيب خلينا أحارب هذا للأسف الشديد ليس هناك إدراك في هذا الموضوع وفي نهاية الحلقة راح نعرض فيديو بسيط جدا وشرح توضيحي حول دخول أو الميكانيزم أو عملية الأيد تبعت للستيفيا أو المادة الفعالة باختصار شديد للستيفيا هي سفر صورات حرارية إحنا بناخد المادة الفعالة زي ما بناخد مادة فعالة من أي نبات في الدنيا المادة الفعالة اسمها ستيفيولي بلايكو سايدز وفيه طبعا مواد فعالة أخرى بس هذه الأكثر حلاء أحلم السكر ب350 مرة هذه ما بصيرها امتصاص بالجسم وراح نشوف كيف الآن إذن هي زيرو كالوري ما بصيرها امتصاص إذن التركيب تبعت للستيفيا مش تركيب السكر هذه مواد وهذه مواد هذا رقم واحد رقم اثنين أنه للستيفيا آمنة وكثير من المراجع العلمية بتحكي هذا الموضوع واللي حابب ممكن يتواصل معنا ونبعث له روابط هذه المراجع طيب اقتنعنا أنه للستيفيا آمنة للستيفيا أحلم السكر ب350 مرة وأيضا استخدامها بيكون بكميات قليلة جدا تصل إلى الميلي جرام كمادة فعالة الآن في عنا أوراق الستيفيا الافدئ منظمة الغذاء والدواء قالت أنه الأوراق ممكن أنا أشربها ما في مشكلة ولكن ندخلها كإضافات للغذاء بدها دراسات أكتر ما صرحت به منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الغذاء والدواء العالمية والجهات الرسمية في العالم أنه ممكن نستخدم المادة الفعالة بيجي بعض الناس بقولك طب ما هو السكرين والأزبرتام كان مسموح وبعد هيك بده الحزن منه ما في مقارنة بين نبات طبيعي مستخدم منذ ألاف السنين وبين مواد مصنعة كيميائيا بجانب نيجي للموضوع الأهم بعض الناس بقولك آه والله كلامك ممتاز وإحنا الاستيفيا مقتنعين فيها طب ما هو في إضافات بتصير على الاستيفيا إحنا ما بناخد الاستيفيا خالص وهذا النقطة مهمة جدا يا جماعة الآن الاستيفيا او الاستيفيا أحلى من السكر 350 مرة بمعنى لو أنا بدي أستخدم معلقة الستيفيا كإني حطيت على كاست الشاي حليت الشاي ضعف السكر 350 مرة وهذا مستحيل الإنسان يستسيره ومستحيل سواء الستيفيا أو السكرين أو الأزبرتام أو أي محل طب إيش الحل؟ فجالوا لازم يكون في عندنا مادة حاملة أو مادة مالئة أدرب لكم مثال الآن حبة الدواء اللي احنا بناخدها انتو بتفكروا أنه قرص الدواء هذا عبارة عن مادة فعالة لا هي المادة الفعالة بالمينجرام وهذه عبارة عن مواد مالئة ما بين مواد لاصقة عشان الحبة ما بين نشاء إلى آخرية مواد أخرى كذلك لما أنا بدي أدي المحلي لازم يكون محمول على شيء لأنه أنا راح أستخدم 1% 2% منه لما احنا نمسك كرتونة مثلا من أي محلي بتلاقي أنه نسبة المحلي 1% أو 2% بمعنى أنه كل 100 جرام من المحلي هذا فقط المحلي فيه الستيفيا أو السكرين أو الأزبرتام 1% يعني 1 جرام أو 99 جرام عبارة عن مادة حاملة الآن الشركات إيش قالت؟ قالت لما أنه إحنا راح نحط المحلي في بكتات صغيرة ممكن يكون وزنها جرام جرام ونصف مثلا بنفرض أنه الباكيت اللي هي تعتبر وجبة عبارة عن جرام فأجلت الشركات عشان تصرخز قالت أنه أنا بدي أستخدم الدكستروز اللي هو الجلوكوز طب هيجي واحد يقول طب ما الجلوكوز برفع السكر آه بس الشركات أو المصنع وما هذا صرحت فيه الاف دي ايه كمان قالت أنه طبعما عنده الوجبة تحتوي على 1 جرام من الجلوكوز فهي الرضي مش راح ترفع السكر عند مريض السكر ولا راح ترفع الأنس فيهن لأنه لو واحد وزنه 70 كيلو جرام لما نأدي له جرام الجلوكوز إيش بدي يأثر فيه؟ تمام؟ لذلك هما بيستخدموا الجلوكوز أو ما يسمى بالدكستروز وهذا مسموح فأجد شركات تانية قالت لا طب أنا يعني احتياطا أكتر أنه أنا ما بدي أستخدم الدكستروز بدي أستخدم مواد أخرى زي الملتيتول زي الإيريثريتول زي المواد المالية الأخرى طبعا إيش اللي بيفرج لهم أستخدم ملتيتول أو دكستروز هو أنه فيه شركات أكثر حرصاً ليش؟ لأنه الملتيتول مثلاً 16 ضعف سعر الدكستروز مع أنه استخدام الدكستروز صح واستخدام الملتيتول صح والتنين مرخص تمام؟ ولكن بيفرج أنه أنا بدي علمياً أكتر أنه لو مريض السكر مثلاً أخذ أربع واجبات من الباكات أبوليجرام مش رح يؤثر عليه على الإطلاق إنما لو أخذ مثلاً أربعة أو خمسة أو ستة من الباك والفيديكستروز ممكن إنه شوية يؤثر على موضوع السكر عنده والشيء الأهم إنه الشركات دائماً بتدور على الأرخص طالما أنا بستخدم الدكستروز كمادة حاملة ومصرح فيه ليش أنا روح للملتيتول أو للايثروتول اللي ممكن يكون ستة عشر ضعف لأنه هم عاملين إنه الوجبة عبارة عن جرام إذن ومريض السكر مش هيشرب أكتر من ثلاث إلى أربع كسات إذن الناس اللي بتحارب المواد الحاملة يجب يكون فيه عندنا مواد حاملة لأي محلة لأنه ما بقدر أنا يعني أحط أستخدم محلة أحلى من السكر 300 أو 500 مرة حسب نوع المحلة ولكن إحنا ارتقينا إنه نستخدم الملتيتول في بعض المنتجات نستخدم الإلثروتول لأنه لأنه أول شيء بالنسبة لنا أفضل وهذا ما يميز الشركة تبعتنا وفي نفس الوقت هو أكثر أماناً من الدكستروز وهذا اللي إحنا نشغل فيه كل منتجاتنا إنما محاربة اللي يجب أقول لك ما هو الملتيتول أو عفواً الدكستروز الجليسميك إنديكس أو المؤشر الجليسيما عالي آه ولكن هذا لشخص بيستخدم كمية كبيرة الملتيتول ما هو معروف إنه الجليسميك إنديكس 7 واط يعني مش محتاجين إنه إحنا نحكي عنه أو إرتقيتول الجليسميك إنديكس 7 واط لذلك لازم تكون فيه مادة حاملة محاربة المحلة الطبيعي لستيفيا هي يعني لن تثمر بالعكس هي راح تزيد لستيفيا انتشاراً في العالم إحنا ما بنحكي عن فلسطين فقط إحنا صاح الحمد لله إن الفضل إنه إحنا نكون أول من أوالي الناس اللي دخلوا لستيفيا في فلسطين ولكن اليوم لستيفيا عالمياً تنتشر لأنه العالم أيقاً إنه ليس لنا إلا العودة إلى الطبيعة وأنا ما بقول لستيفيا بديل السكر بقول لستيفيا هي الأصل إنه الإنسان استخدمها منذ ألاف السنين بعدين في فرق لما أجي أقول سكر وأجي أقول محلي المحلي هو بس بيدينا طعم لستيفيا فقط بيدينا طعم إنما السكر راح يدخل الخلايا ورح يرفع السكر فيجب أن نفرق ما بين الحشتين ما بين السكر والستيفيا تعالوا عاد نشوف شرح بسيط عن الميكانيزم أو عملية الآيد تبعة السيفيا عشان نفهم كويس والناس اللي بيحاولوا دائماً يشوشوا الأفكار نرد عليهم والرد لأني هذا مركب السيفيولي بلايكوسايدز اللي هو المادة الفعالة المستخلصة من نبات السيفيا الطبع المستخلص بشكل آمن ورح نطلق لكم فيديو بردو بسيط جداً كيف بتم عامية الاستخلاص هذه مادة السيفيول السيفيولي بلايكوسايدز انتو شوفوا المركب تبعه يختلف تماماً عن تركيب اللي هو السكر السكر هو عبارة عن جزئين هو عبارة عن جزئ اللي هو الجيلوكوز وجزئ الفراكتوز فإذاً عنا السكر جلوكوز وفراكتوز التركيب الكيميائي يختلف تماماً عن السيفيا عشان هيك اللي بيجي بقول انه السيفيا من نبات والسكر او السكاروز من نبات نقول له ارجع للكيميا وقارن بين المركبين هتلاقي اصلاً المركبين مش مختلفين وبعدين هاي دائماً السكريات الاوحدية هي نشكلها طب تعالوا نشوف مع بعض عملية الايد لا السيفيا ايش بصير احنا عادة هناخد اللي هو المادة الفعالة الاسمها ستيفيولي جليكوسايتس هتدخل عندي هتضلها ماشية يعني مش هيصل لها امتصاص حتى في الامعاء الرفيعة هتضل زي ما هي لعند ما تصلي وين لعند ما تصل لعند اه الامعاء الغليزة شوفوا احنا في يعني احنا تعدين عادة الامتصاص وين بصير امتصاص المواد بصير في الامعاء الرفيعة هنا ما صار عند امتصاص هذا دليل على انه السيفيا سعراتها سفر وما مبتدين اي نوع من نوع الطاقة هنا في الامعاء الغليزة ايش هيصير فيه عن طريق البكتيريا الموجودة في الامعاء الغليزة هيصير عندي نزع للجليكوز لانه السيفيولي جليكوسايتس فيه لو احنا نتجع تاني هنلاقي في عندنا الحلقة هادي اللي هي حلقة الجليكوز هيتم نزحها وين هيتم نزحها في الامعاء الغليزة وين مع العلم إنه الجيلوكوز ما بيصير له امتصاص هنا العنصركون راح يصير وين راح للاسيفيول طبعا هنا ما بيصير له امتصاص هينزل مع مين هينزل مع البراز بعدهك لانه ما مفيه امتصاص اصلا في الاماع الغليزة بس هنا بتم عمية الفصل فقط بعدهك لللاسيفيول هيروح وين? هينصير له عملية امتصاص هيروح على الكبد ومن الكبد راح يطلع الى الكلة وبعد هيك الجسم راح يتخلص منه وبهيك انه الستيفيا هي ليس سكر الستيفيا هي عبارة عن محلة صعراته سفر آمن جدا وما صال له اي نوع من انواع الانتصاص في الجسم الجلوكوز صال له فصل في العمعاء الغليظة والستيفيول نزل عن طريق رحل الكبد ومن الكبد وصل للكلا وتم طرده بالجسم وهيك انا بكون ما استفدت من السكر بالنسبة لمقارة مع المنتجات في عنا منتج هنا اسمه ستيفيا انظروه المنتج هدا بستخدم ستيفيا مع ديكستروز يعني ستيفيا مع جلوكوز طب هيجي واحد يقول لي طب ما هو الجلوكوز اللي لا اسمك انديكس 7 وعالي كيف محطوط عنا هنا في انه ليس باد يعني هو فور ويت بلاد شوغر يعني ما برفع السكر كتير لانه هنا البكات هدا عبارة عن جرام والاف دي بيقول اذا كان الوجبة اجل من اربعة كيلو كالوري اذا مسموح انه انا اكتب زيرو كالوري لذلك الشركة لما تكتب زيرو كالوري هي كلامة صحيح ملعين من السعرات طبعته هتطلع تلاتة بهم تسعة تسعة لكن اجل من اربعة وهنا لانه زي ما قلنا الواحد درام من الجلوكوز مش هيعمل اشي في جسم واحد وزنه مثلا سبعين كيلو وهنا هنلاقي مثلا المنتج هذا والمنتجات كلها نفس الفكرة بالرغم انه المستخدم ديكستروز فما بالكو لما احنا نستخدم المالتيتول مع العلم احنا الشركة الوحيدة اللي بنستخدم المالتيتول وبعض احيانا نستخدم المالتيتول تعالوا مثلا نشوف هنا نشوف انه الديكستروز الجليسميك انديكس عنده مية يعني على السريع طبعا بيصل له انتصاص وبرفع السكر بينما المالتيتول هنا عبارة عن بطيء او خلنا نقول الجليسميك انديكس سبع وقت لو انا بدي افرض انه عندي منتجين عندي المنتج هذا اللي هو مصرح فيه عالميا وعندي منتج اللي هو تبعنا الان المنتجين بالرغم انه مستخدم عليه المستخدم في دكستروز هو ايه هو بطيء الامتصاص او مش هيرفع السكر فما بالكو بالمنتج اللي اصلا المالتيتول هو يصنف ضمن المحليات البديلة والمصرح فيها عالميا بديل عن السكر وامل المرضى السكر وتمنع تسويس الاسنان عند الاطفال وعند الكبار ايضا تعالوا نشوف برضو لو احنا قلنا انه شخص بيحتاج الفين سعر حراري تمام لما بياخد في الباكيت اربع كيلو كالوري يعني معناته هو اخد من احتياج جسمه زيرو بوينت واحد في المية يعني ولا شيء يذكر من السعرات الحرارية ولو اجأ اخد من المالتيتول مثلا فرضنا انه هو اخد زرف من المالتيتول هيكون ما اخد تمانية من مية في المية يعني اعتبر سفر تماما من احتياجاته اليومية لذلك المنتج لستيفيا منتج آمن سواء اضفنا عليه المالتيتول طبعا او الاريثيتول هو اكثر امانا لذلك هرجع تاني اقول لستيفيا آمنة لستيفيا اليوم عاملة ثورة في العالم يريت انه احنا نعزز باتجاه استخدام الناس البدائل الطبيعية وعدم محاربة البدائل الطبيعية لانه للاسف مش هيقدروا حربوها لانه الان تنتشر في اكتر من ستلاف منتج موجود في العالم وكل يوم عن يوم بتزيد منتجات بمحلل السيفيا ان شاء الله بنشوفكم في حلقة قادمة والحديث عن قالوا فقلنا والاستفادة اكثر من المعلومات على صفحتنا صفحة ابن النفيس ما عليك فقط الا ان تضغط سبسكرايب شير لايك